مختلفة تتجاذب مع بعضها يعني شنو طلاب انتبهوا شحنة موجبة وهذه شحنة سالبة راح تصير بياناتهم عملية تجاذب ليش تصير عملية تجاذب لأن الشحنات مختلفة زين اذا الشحنات متشابهة تصير بياناتهم مثلا ادنى هاي الشحنات هاي الشحنة موجبة وهاي الشحنة موجبة راح تصير بياناتهم عملية تنافر هاي الشحنة سالبة وهاي الشحنة سالبة ايضا تصير عملية تنافر اذا هذا هو معنى الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب تبسيط للطلاب اللي ينسون او يخربطون بهذا المعنى موجب معنى رجل هذا تبسيط توضيحي لا اكثر سالب معنى امرأة رجل مع امرأة يصير بياناتهم زواج اذا معنى تجاذب زين سالب مع سالب ما يصير يصير تنافر زين موجب مع موجب ما يصير يصير تنافر تنافر اخذ شحن المادة بالكهربائية وزاري مهم او فراغات ركزوا لي على هذا الموضوع لأن الموضوع مهم جدا اللي هو شحن المادة بالكهربائية مادة احنا اتفاقنا بالمحاضرة السابقة يعني ايشي موجود ملموس فيقول لك يريد نشحن المادة شلون يقول توجد ثلاث طرق لشحن الاجسام بالكهرباء الساكنة عندك ثلاث طرق على موض تشحن الكهرباء تشحن العفو عندك ثلاثة طرق لشحن المادة بالكهرباء الساكنة الطريقة الاولى الشحن بطريقة الدلك الطريقة الثانية الشحن بطريقة التماس الطريقة الثالثة الشحن بطريقة الحث ناخذ اول طريقة اللي هي الشحن بطريقة الدلك شنو يعني الشحن بطريقة الدلك قول حيث يتم دلك جسم بالاخر فيفقد احد الجسمين بعضا من اليكتروناته ليكسبها الجسم الاخر يعني شنو استاذ احنا قلنا بالمحاضرة السابقة الدلك بمعنى الفرق من انت تجيب قطعة من الصوف مثلا وقلم هذا القلم راح تدلك بهذه القطعة من الصوف راح يصير بيناتهم تبادل بالالكترونات من راح يصير تبادل بالالكترونات راح ينشحن القلم بشحنات كهربائية ساكنة بها طريقة طريقة الدلك نجي ومن الشحنات المتكونة بالدلك بين الجسم الدلك والجسم المدلوك تكون مختلفة يعني مثلا قطعة الصوف اذا كانت شحنتها سالبة راح تكون شحنة الجسم اللي انت دلك تبا الصوف موجبة فيقولك دائما تكون مختلفة مثلا عند دلك ساقة زجاج بالحرير فان ساقة زجاج سيكون موجب والحرير سالب الشحن بطريقة التماس وذلك عند ملامسة جسم مشحون مع جسم غير مشحون عند اذن سيشحن بشحنة مشابهة له شوفوا طلاب لو تنتبهون بطريقة التماس كلمة التماس يعني يصير تلامس تماس يعني تلامس يعني مثلا هالقلمين خلوا نقول هذا اللي يريد اللي بيه شحنات ويريد نشحن به هذا يصير هكذا تلامس نسميها طريقة التماس من يصير تلامس راح تصير طريقة التماس وتنتقل للشحنات الكهربائية الفرق من طريقة الدلك نحن قلنا طريقة الدلك تكون شحنتين مختلفتين يعني شنو قلنا مثلا قطعة الحرير تكون سالبة وقطعة الزجاج تكون موجبة اما بطريقة التماس اثنين يكون يحملن نفس نوع الشحنة نجي بطريقة التماس وذلك عند ملامسة جسم مشحون مع جسم غير مشحون مع غير مشحون عند اذن سيشحن بشحنة مشابهة له بكل بساطة ان الجسم المشحون المعزول يفقد شحنات كهربائية عند تركه في الهواء وان سرعة تفريغ الشحنة الكهربائية تزداد بزيادة رطوبة الجو هذه معناها ان الجسم المعزول يفقد شحنة كهربائية عند تركه في الهواء ليش يفقد؟ يعني انت من شحنة هذا الجسم وتركته بالهواء فترة من الزمن راح يفقد الشحنات اللي كانت به يفرغها وين يفرغها بالهواء ليش؟ لان الهواء خصوصا اذا كان رطب يفرغ الشحنات لان احنا دائما نعرف الرطوبة او المي يفرغ الشحنات الكهربائية نيجي على ثالث طريقة واللي هي طريقة مهمة احتمال يقول لك اشرح طريقة الحث او يقول لك عدد طرق شحنة المادة واشرح طريقة الحث نيجي نقول اولا نحضر كرة معدنية معزولة ومتعادلة يعني شنو؟ يعني نجيب طوبة مع الحديد معزولة يعني ما مربوطة باي واير او باي سلك ومتعادلة يعني لا شحنتها موجبة ولا شحنتها سالبة يقول لك نقرب من الكرة ساق من المطاط المشحونة نجيب ساق من المطاط يعني مثلا نجيب مشط أو مثلا نجيب قلم مطاطي نقرب بنيا من الكرة هاليا المعزولة ثالثا نوصل الكرة المعدنية بالأرض نجيب واير نربط على هالكرة ونوصلها بالأرض نقطع اتصال الكرة بالأرض مع بقاء ساق المطاط بالقرب من الكرة السلك هذا نقطعه من الأرض ونبقي ساق المطاط بما كان نبعد ساق مطاط من الكرة ستتوزع الشحنة الباقية المقيدة بانتظام على السطح الخارجي للكرة نبعد ساق المطاط يعني من نوخر ساق المطاط من الكرة ما راح يصير للشحنات الباقية المقيدة يسمونها الشحنات المقيدة اللي موجودة على سطح الكرة راح تتوزع بانتظام على السطح الخارجي للكرة طلبتها يا عزاء من أهم المواضيع في الفصل الأول واللي لابد أنه يجي بل امتحان الوزاري هو الكشاف الكهربائي من أهم المواضيع راح أرفق لكم بالمونتاج صورة الكشاف الكهربائي على ما تعرفون أنا على شنو جاي أتكلم من أهم الأسئلة الوزارية الواردة كثيرا والمتكررة كثيرا هو عرف الكشاف الكهربائي وما الفائدة منه ومن ماذا يتركب إذن نجي نفصل السؤال حبة حبة خلينا نكتب السؤال الوزاري على ما تعرفوه ما هو الكشاف الكهربائي وما الفائدة منه ومن ماذا يتركب سؤال وزاري مهم جدا إذن نجي بالبداية نعرف الكشاف الكهربائي من اسمه كلمة كشاف كهربائي كشاف يعني يكشف عن الكهرباء فمن اسمه تقول وهو جهاز يستعمل في تجارب الكهربائية الساكنة أو تقول وهو جهاز يستعمل لكشف الكهرباء الساكنة الفائدة منه يعني شنو الفائدة منه أنا من خلال هذا الجهاز أقدر أستفيد من فائدتين الفائدة الأولى الكشف عن وجود الشحنة والفائدة الثانية هي معرفة نوع الشحنة يعني أنا أكشف مثلا بهذا القلم أنا ما أعرف بي شحنات كهربائية اللي ما أبي augment الد груقة فاستخدم الكشاف الكهربائي من استخد عدة ما لا يقول لها القلم بي شحنة وما بي ويقول لي نوع الشحنة يعني شنو نوع الشحنة يعني سالب الشحنة وما لم اجاب الشحنة فهذا الجهاز بي فائدتين الفائدة الأولى يكشف لي هل بهذا الجسم اوكو الشحنة لألا ويكشف لي نوع الشحنة بهذا الجسم من شنو يتركب الآن أنت من خلال الصورة الي اريدhin ارفقها اليك بالمونتاج هنا ستعرف من شنو يتركب ساق مصنوعة من المعدن ستشوفون بالمونتاج الصورة وعلى شنو جايحتي أولا يتركب من ساق مصنوعة من المعدن ثانيا قرص معدني يتصل بالطرف العلوي للساق ثالثا ورقتان رقيقتان من الألمنيوم تتصلان بالطرف السفلي للساق صندوق ذواجه زجاجية ويعزل الساق والورقتان عن الصندوق بسدادة من الفلين ويعزل الساق والورقتان عن الصندوق بسدادة من الفلين هذه هي بالمناسبة شباب أي شخص يحتاج الملزمة هاي في سبيل الله رسلنا على التليجرام أنطيع الملزمة على شكل PDF نأخذ هسا طرق شحن الكشاف الكهربائي ملاحظة شباب قبل شوية أخذنا طرق شحن لازم تفرق أنت بالامتحان الوزاري يقول لك عدة طرق شحن الكشاف الكهربائي تنطي طريقتين طريقة التماس وطريقة الحث أما إذا يقول لك عدة طرق شحن المادة بالكهرباء الساكنة تجاوب اللي أخذناه قبل شوية اللي هو الحث والتماس والدلك هسا نجي نأخذ طريقة التماس إذن عدنا طريقة اسمها طريقة التماس لشحن الكشاف الكهربائي طريقة التماس يشحن الكشاف الكهربائي بطريقة التماس بشحنة متشابهة لشحنة الجسم المشحون والملامس يعني مثلا أنا جبت هذا القلم مشحون بشحنة موجبة تماس قلنا يعني توصيل كلمة تماس بمعنى توصيل وصلت هذا القلم بالكشاف الكهربائي صار الكشاف يملك شحنة موجبة نفس شحنة القلم أما طريقة الحث يشحن الكشاف الكهربائي بطريقة الحث بشحنة مخالفة ركز بشحنة مخالفة لشحنة الجسم المشحون والقرب لغرض الكشاف إذن يعني شنو؟ يعني أنت الفرق بين طريقة الحث وطريقة التماس بطريقة التماس أو التوصيل ينشحن الكشاف بشحنة مشابهة لشحنة الجسم اما طريقة الحث ينشحن الكشاف بطريقة الحث بشحنة مخالفة لشحنة الجسم يعني اذا هذا القلم كان موجب وثويت عملية طريقة الحث للكشاف الكهرباء الكشاف راح ينشحن بشحنة سالبة حكس شحنة القلم من يقول لك بالامتحان الوزاري نشاط من يقول لك بالامتحان الوزاري نشاط فيقصد ثلاثة محاور النشاط شنو معنى يقصد نشاط يعني نشاط او يقول لك وضح بتجربة يقول لك وضح بتجربة او يقول لك وضح عمليا فكلمة نشاط معناها كلمة نشاط معناها نشاط او وضح بتجربة او وضح عمليا فهذه الكلمات الثلاثة ثلاثة هن ينطنك نفس المعنى اللي هو نشاط يعني انت من يقول لك بالسئلة الوزارية من يجيك وضح بتجربة كيف تشحن كشاف كهربائي بطريقة التماس انت ما تتفاجأ من يقول لك وضح بتجربة مباشرة انت تقول استاذ هاب قال ان وضح بتجربة هي نفسها نشاط فمن يقول لك وضح عمليا او وضح بتجربة او وضح بنشاط فهو قال لك يقصد النشاط هو نفس النشاط الموجود عندك بالملزمة هاي او بالكتاب فمن يقول لك وضح بتجربة او وضح عمليا او وضح بنشاط فهو يقصد النشاط هذا النشاط انا ارى اشحى يجي هاي السنة ليش لان هو مهم جدا وموضوع الكشاف مهم جدا شحن كشاف كهربائي بطريقة التماس يعني وضح لي بنشاط اشلون تشحن الكشاف الكهربائي بطريقة التماس احنا لازم نتفق ان اي نشاط بيه ثلاث محاور بيه ثلاث محاور المحور الاول بيه كلمة الادوات او حقل الادوات والمحور الثاني اللي هو خطوات النشاط خطوات النشاط والمحور الثالث اللي هو الاستنتاج اللي هو الاستنتاج الادوات شنو استخدمنا به هاي التجربة يعني الادوات كشاف كهربائي ومشط من البلاستيك ما استخدمنا فقط كشاف كهربائي ومشط من البلاستيك خطوات النشاط اولا ندلك المشط بالشعر الجاف يعني اول خطوة نسويها نجيب هذا المشط وندلك بالشعر الجاف يعني نمشط به بالشعر الجاف ليش اشعر الجاف لان الجاف ما برطوبة واذا كان مو جاف فراح تتفرق الشحنة الكهربائية بالرطوبة ثانيا نجعل المشط يلامس قرص الكشاف ثانيا نجعل المشط يلامس قرص الكشاف يلامس يعني تماث او توصيل نجعل المشط يلامس قرص الكشاف المتعادل الكهربائيين لنلاحظ ابتعاد ورقتين الكشاف إذن خطوات العمل عندنا نقطين النقطة الأولى ندلك المشط بالشعر الجاف النقطة الثانية نجعل المشط يلامس قرص الكشاف المتعادل كهربائيا نلاحظ ابتعاد ورقتين الكشاف أوضحها بصورة أبسط يعني عندك هذا الكشاف الكهربائي وهذا هو المشط المدلوك بالشعر بالنقطة الأولى هذا المشط المدلوك بالشعر الجاف بعدين نجيبه وين يمي الكشاف الكهربائي نجعل المشط هذا المشط يلامس قرص الكشاف المتعادل يلامس كلمة يلامس يعني التماس يعني توصيل هيت كهربائيين نلاحظ ابتعاد ورقتين الكشاف إذن خطوات العمل يلامس هذا الكشاف الكهربائي وهذا المشط نخليه هيت يلامس بهاي الحالة احنا سوينا طريقة التماس إذن شن الاستنتاج يعني شن اللي افتهمت من هاي العملية افتهمت انه عنده حصول تماس يعني عنده حصول توصيل او عنده حصول التماس بين المشط المشحون وقرص الكشاف المتعادل كهربائيا يعني يقولك من يصير عملية التماس او التوصيل بين المشط وبين الكشاف المتعادل كهربائيا تبتعد ورقتين الكشاف صار ورقتين تبتعد ورقتين بصورة الكشاف اللي راح نزله بالمونتاج راح تعرفون انا على شنو جاي احتي تبتعد ورقتين الكشاف الكهربائي ليش بسبب ظهور قوة تنافر بينهما لاكتساب الورقتين النوع نفسه من الشحنات سؤال وزاري مهم كيف يمكنك سؤال وزاري مهم كيف يمكنك ان تكشف عن وجود شحنة باستخدام الكشاف الكهربائي هذا السؤال اعتبره سؤال مهم لي المتكرر بالوزاري كثيرا احنا دائما نقوله لطلابي انه فهم السؤال هو كل الجواب وليس نصف الجواب لازم تفهم السؤال يقولك شون احنا نقدر نكشف عن وجود شحنة كهربائية باستخدام الكشاف الكهربائي يعني احنا لنفرض انه بهذا القلم اكو شحنة ما متأكد اكو شحنة او ما اكو شحنة شون اكشف به شحنة لو ما بي شحنة باستخدام الكشاف الكهربائي الجواب اولا نحضر كشاف كهربائي غير مشحون وورقتاه من طبيقتان يعني الورقتين من طبيقتان يعني ما بي اي شحنة ثانيا عند تقريب الجسم المراد كشف وجود شحنته فيه من القرص المعدني للكشاف فاذا انفرجت ورقتين الكشاف فان الجسم مشحون اما اذا بقيت ورقتين الكشاف من طبيقتان فان الجسم غير مشحون يعني اذا هذا الجسم به شحنات رح تنتقل للكشاف رح تنفرج ورقتاه بس اذا بقى كل شي ما صار اي شي ما صار يعني الجسم ما كان باي شحنة والكشاف ما استقبل اي شحنة سؤال وزاري مهم جدا رشح ايضا هاي الاسئلة كلها وزارية اللي موجودة بالملخص كيف يمكنك معرفة نوع الشحنة لجسم من ما بيستخدام الكشاف الكهربائي يعني انت عندك كشاف كهربائي وعندك جسم اللي هو مثلا القلم بيشحنة كهربائية بس اشلون اعرف نوع هاي الشحنة الموجودة بالقلم هل هي موجبة ام هل هي سالبة اشلون اقدر اعرف نوع الشحنة الموجودة بالقلم بيستخدام الكشاف هذا معنى السؤال انت لازم تفهم السؤال لانفهم السؤال هو كل الجواب أولا لدينا طريقة نستخدمها أولا نجيب كشاف كهربائي نشحن الكشاف بشحنة معلومة تمفرج ورقتها نشحن الكشاف بشحنة معلومة تمفرج ورقتها يعني نجيب كشاف كهربائي نخلي به شحنة نعرفه شنو مثلا جبناه وخلينا به شحنة موجبة ونفرجت ورقتها ثانيا نقرب الجسم المراد معرفة شحنته من قرص الكشاف نجيب هذا الجسم اللي هو القلم فرضنا وما نعرف هذا شنو شحنته نريد نعرف شنو شحنته نجيبه نقربه إلى قرص الكشاف فإذا زادت انفراج ورقتين الكشاف فإن الجسم مشحون بشحنة مشابهة لشحنة الكشاف أما إذا قلت انفراج ورقتين الكشاف فإن الجسم مشحون بشحنة مختلفة لشحنة الكشاف يعني إحنا مثلا خلينا الشحنة موجبة بالكشاف الكهربائي وجبنا القلم اللي يريد نعرف شنوح شحنته وقربناه إلى الكشاف ولاحظنا انفراج ورقتين الكشاف بصورة أكبر بمعنى أنه استقبل هو كان بيه شحنة موجبة واستقبل شحنات موجبة أكيد ازداد انفراج ورقتين هذه أولا أما إذا هو بيه شحنات موجبة الكشاف نعرف بيه شحنات موجبة وجب الجسم بيه شحنات سالبة وسويت عملية التماث ولاحظنا انه قل الانفراج بمعنى شنو بمعنى انه يملك شحنة مغايرة او مختلفة من شحنة الكشف ناخذ بعض التطبيقات العملية عن الكهرباء الساكنة ونختم بيها المحاضرة يعني شنو التطبيقات العملية عن الكهرباء الساكنة يعني تقولي استاذ اوكي احنا درسنا الكهرباء الساكنة وافتهمناها بس اريد اعرف احنا شاستفادين منها بحياتنا اليومية انا اقولك شاستفاديت بيها استفاديت بيها بجهاز المرداد واستفاديت بيها باجهزة الاستنساخ واستفاديت منعدها باجهزة الترسيب في المعامل واستفاديت منعدها في تثبيت مواد التجميل الى هنا طلبة